السلام عليكم دائما متابعنا لأعزاء متابعي قناة الدعم مدرسي كانت لقوا دائما يعني في إطار استعداد الفروض الأولى ديل الدورات الثانية عنا اليوم هاد نموذج ديل النشاط العلمي يعني بعد عدة نماذيج قمنا بيع القناة اللي بغى نماذيج أخرى فايك في أنه يمشي لأسفل الفيديو وغيلقى باقي الرابط اللي فيه يعني باقي الفروض الخاصة بالمستوى الخامس بطبيعة الحال اه غالي تلقى الرابط ديل بي دي اف اللي في هاد الفرد هذا ولي محتاج مزيدا من الفروض او لا يعني كل ما يهم المستوى الخامس يكفينا وتواصل معنا على رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو باش يتعرف طريقات الانضمام الى الجروب الخاص على الواتساب الان انا نبدأ بالبينجز الفرد لتحضير محلول ملح قامت فاطمة بخلط عشرة غرام من مسحوق الملح في خمسين غرام من الماء ثم قامت بتحريكه بواسطة ملعقة الخليط الناتيج متجانس اا غير متجانس فهو متجانس لان الملح سيدوب في الماء وعندنا غير عشرة غرام في خمسين غرام من الماء اذا سيدوب ما هي كتلة المحلول المحضر الكتلة دي المحلول او لكتلة خليط اي حاجة خلطناها سواء كانت صلب مع صلب او لا صلب مع سائل او لا سائل مع سائل او لا سائل مع صلب فهي مجموع الكتل يعن التحجمكة تمشي التحجمكة تنقص شدينا 50 جرام دي الملح ووزنا لها 10 جرام دي الملح بطبيع الحل غا تقولي عندي 60 جرام يمكن الحصول على الملح من جديد وذلك باستعمال تقنية تصفيق او للترشيح او للتبخور اذا غادي نديرو عمليات التبخور اذا انت تبخور بطبيعة الحال لغا نخلي والماء يتبخر حتى يبقى هنا في الاخر الملح اجيب بصحيح او خطأ تزداد كتلة قطعة جليد بعد انسهارها خطأ قلنا ان الكتلة تنحفظ رغم تغير الحال الفيزيائي المادة وقد نتاقل من صلب السائل او لا من غاز الصلب او لا من غاز السائل او لا فان الكتلة تنحفظ ولا تتغير تزداد كتلة تمكن تقنية تصفيق من فصل مكونات خليط متجانس الخليط المتجانس عملية وحدة لكتليق لي هي عملية هي عملية هذا التبخور والتكاتف لي هي عملية ديستيلاسيون لي هي مشات لي مبالي هي التقطير صافي هي هي اللي كتليق الخليط المتجانس من الخال الخليط الغير متجانس اما كان ديلي تصفيق او لا الترشيح صافي اذا هنا خطأ تصفيق تمكن الفصل مكونات خطأ تصفيق لما عندوش علاقة بالخليط المتجانس يصبح الدوابان في الماء السرع بتحريكي صحيح قد ما حركنا فاننا نسرع نسرع عملية الدوابان اعجب نشاط اثنان اذا دروس المرأة الوحدة الرابعة اتميم الرسم بكتابة اسم كل عضو اذا هنا عندنا جهاز تناسلي لذكر فأر اذا انطبع الحال هنا عندي خصية هنا عندي قناة منوية سبير ميديوكت قناة منوية هنا عندي قضيب اذا هدو عناصر الجهاز التناسلي لذكر الفأر او لا لذكر الحيوانات الولودة اكتب امام اقتراحات تالية صحيح او خطأ ينتج المبيض الحيوانات المنوية خطأ بضبط حالي فان المبيض ينتج البويضات يتطور جنيه الحيوانات الولودة داخل الرحم الام صحيح ثلاثة 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 ث اكتب امام الاقتراحات التالية صحيح او خضاء اتحاد بويضة بحبوب اللقاح يسمى اقصابا صحيح لان حبوب اللقاح هي دول اعضاء الذكرية اللي تلقح لنا البويضات اللي يكونوا في المابض تتم عملية الابر بواسطة الريح والحشرات صحيح ممكن يتدخل الانسان كذلك اذكر اذكر طريقتين للتكاتر اللي جنسي عند النباتات اذا عنا مثلا الافتسال ما هو طبيعي مثلا عنا ما هو طبيعي وطرق يعني يتدخل فيها الانسان عنا التكاتر عن طريق الجدمور التكاتر عن طريق الساق الهوائية عنا الافتسال عنا الترقيض عنا التطعيم اذا عنا مجموعة من الطرق اذا ندروا الساق الهوائية الهوائية عنا زرع الضرانات الضرانات اول الباصلات تودوك لعنا التطعيم عنا الافتسال هذو كلهم طرق وكاين عدة طرق للتكاتر اللي جنسي اولا التكاتر الخضري عند النباتات اذا كان هذا هو النموذج دي النشط العلمي يعني بسيط نطلق ان شاء الله معنا ماديش اخرى في اقرب وقت ان شاء الله اشتركوا في القناة